نشرة السابعة من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوينها الجبور يلغي التصويت على حكومة العبادي ويعتبر إقالة النواب المعتصمين له غير دستورية قوات العراقية تحرر قضاء هيت من قبضة داعش في الأنبار وفد الرياض يعلن موافقته على المشاركة في أي حكم انتقالي مع أعضاء حاليين من الحكومة السوريين وليس مع الرئيس الأسد بوتين يتهم القيادة التركية بالتعاون مع الإرهابيين ويؤكد أن الجيش السوري أصبح قادرا على القيام بعمليات فاعلة أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن إقالته في جلسة النواب المعتصمين غير دستوري وعين الجبوري جلسة يوم السبت للتصويت على التشكيلة الجديدة لحكومة حيدر العبادي تتزامن مع جلسة أخرى دعا إليها النواب المعتصمون تقرير أحمد عبد الله بشكل دراماتيكي تتسارع تطورات السياسية في العراق جلسة مجلس النواب التي كان من المفترض أن تخصص للبت في تشكيلة الوزارية لحكومة التكنقراط التي قدمها رئيس الحكومة حيدر العبادي أجلت لصالح جلسة موازية خصصة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان النواب المعتصمون داخل مبنى البرلمان عقدوا جلسة صوتوا فيها بالإجماع لصالح إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري وانتخاب النائب عدنى الجناب رئيسا مؤقتا بحضور 174 نائبا حدد يوم السبت المقبل موعدا للجلسة المقبلة فيما فتح باب الترشيح لاختيار رئيس جديد للبرلمان خلفا للجبوري هكذا بعد معضلة التشكيلة الوزارية فتحت هذه التطورات جدلا جديدا يتعلق هذه المرة بشرعية إقالة الجبوري رئاسة مجلس النواب ردت على هذه الإجراءات واعتبرت أن الجلسة التي عقدها النواب المعتصمون غير دستورية وافتقرت إلى النصاب الكافي لعقدها بصورة واضحة ما حصل هذا اليوم ممارسة قام بها البعض شابها كثير من الأخطاء القانونية والدستورية ولن تؤثر على سير عمل المجلس سيمطي المجلس بعقد جلساته كما هي وسنوجه دعوة للنواب أن يحضروا يوم السبت الساعة العاشرة لعقد الجلسات بصورة اعتيادية أما تحالف القوى العراقية فأكد تمسكه بسليم نجبوري رئيسا لمجلس النواب فيما جدد دعمه للإصلاحات الشاملة وبما أن الخلل قد شخص في الحكومة فإننا نطالب باستجواب رئيس الوزراء ومن ثم إقالته إذا كان مقصرا وبعد ذلك نلتفت إلى إقالات الآخرين ووصل جدل حول شرعية الإقالة من عدمها تحقق بحسب النواب المعتصمين مطلب إقالة رئاسة مجلس النواب لتبقى رئاسة الحكومة والجمهورية في صلب مطالبهم والذهاب إلى انتخابات أما ما أكده مصدر عراقي للميادين بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي قد يقدم ثلاثة قوائم للتشكيلة الحكومية فبات رهنا بما سيحصل في البرلمان ميدانيا أعلن جهاز مكافحة الأرهاب في العراق تحرير قضاء هيت في الأنبار المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان قال أن العملية تجرت بدعم من طيران التحالف الدولي والطيران العراقي النعمان وصف هيت بأنها كانت عاصمة داعش في الأنبار مشيرا إلى أنه بعد تحريرها أصبح من السهل الوصول إلى مناطق القائم والرطبة معيلا مباشرة من بغداد مراسل ميادين عبدالله بدران هناك يبدو مستجدات على الصعيد السياسي والعسكري أيضا نبدأ من العسكري إذا سمحت عبدالله ومن تحرير هيت نعم كمال بالنسبة لتحرير هيت فهو الأبرز ما بعد تحرير الرمادي مركز محافظة الأنبار جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة السادسة عشر في الجيش العراقي هما من تمكن وإحرز آخر العمليات العسكرية والمواجهة المباشرة مع تنظيم داعش في منطقة القلقة إلى الشمال الشرقي من قضاء هيت على ضفاف الفرات قضاء هيت كمال يقع على الطريق الرابط ما بين الرمادي مركز محافظة الأنبار وعاصمة الأنبار المحلية وما بين قضاء حديثة الذي هو آخر الوجود للدولة العراقية في منطقة الجزيرة والبادية في الشمال الغربي من محافظة الأنبار وإحدى النقاط الأساسية للدولة العراقية في شمال المحافظة من هذه المنطقة تنطلق طائرات الجو من قاعدة البغدادي وكذلك من هذه المنطقة هناك وجود عسكري بري سواء للجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب أو للعشائر العراقية من البنمر والجغايفة في قضاء حديثة العملية استمرت حوالي لـ 24 ساعة آخر المناطق في تحرير هيت طبعا العملية تمت بذات المحورين الذين طوقا هيت وهو المحور الجنوب الذي انطلق منذ بداية عمليات تأمين قضاء هيت من الرمادي مركز المحافظة وأكمل حوالي 50 كم تجاوز بها المحمدي والبعساف وأمن ضفاف الفرات وكان سبب رئيس الدعم لهذا الاندفاع السريع بالنسبة للمحور الجنوبي هو عمليات سابقة في صلاح الدين أمنت بها قوات الحجر الشعبي والقوات العراقية الثرثار ومنخفض الثرثار وامتداداته الجنوبية وبالتالي كان وجود داعش في هذا المنخفض بالنسبة للضفاف الغربية أي المنطقة الواقعة من الثرثار بمحافظة الأنبار عبارة عن خلايا نائمة لتنظيم داعش تؤمن وصول سلاح ومقاتلين أو انتحارين في أغلبهم القوات الأمنية العراقية تعمل الآن بعد عمليات المسح الأمني والعمليات الإنسانية بإجلاء المدنيين من قضاء هيت على تدعيم الوجود الأمني في شمال القضاء على اعتبار أنه يتصل بالصحراء والهدف هو إكمال حوالي 20 كم باتجاه بروانا ومن ثم إلى حديثه رفضان بتأمين طريق بري فيما يتعلق بالبرلمان ودستورية ما اتخذ اليوم في البرلمان من إقالة رئيس المجلس النيابي سليم جبوري نعم كمال العراق أضحى فيه إن صحى التعبير برلمانان كلاهما رفع الجلسة اليوم وكلاهما ضرب موعدا عند الساعة العاشرة من يوم السبت المقبل الأول وهو البرلمان الذي تم تشكيله بشكل مؤقت وانتخب لرئاسته عدان الجنابي حدد في جلسة السبت لتقديم ترشيحات اختيار هيئة رئاسة رئيس برلمان جديد ونائبين والبرلمان السابق أو البرلمان الذي أقيل من النواب المعتصمين سليم الجبوري ونائبين همام حمودي وأرام شيخ محمد لديهما موعد السبت كما أعلنه رئيس البرلمان من أجل أكمال الجلسة الطارئة الخاصة بتشكيل حكومة التكنوكراط وفسح المجال لأي طلب النيابي الرسمي الموقع يهدف لإقالة رئاسة البرلمان أو إقالة أي حكومة أخرى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري حضر اليوم للبرلمان لكنه لم يدخل قاعة الجلسة وأعلن أن سبب عدم انعقاد الجلسة هو عدم حضور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومعه تشكيلة الوزارية وبالتالي ليس هناك من اكتمال للنصاب والجلسة التي عقدت هي غير قانونية وغير دستورية فيما معلومات الميادين تؤكد أن هناك تحرك للمعتصمين لجمع تواقع من أجلس الوابي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي شكرا جزيلا لك عبدالله بدران مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من بغداد القوات العراقية تؤكدت أن عملياتها جنبت المدنيين أي خسائر بعد نقل 16 ألفا منهم إلى خارجهيت وتحديدا إلى المجمع السكني في ناحية الوفاء ومنطقة السبع كيلو وشددت على أن عودتهم إلى المدينة مرهونة بتطيرها من العبوات والمتفجرات التي تركها داعش بأعلامهم البيضاء المنشدة للسلام يفرغ عراقي يوهيت مدينتهم بعدما عمل جهاز مكافحة الإرهاب إلى إخلاء أكثر من 12 ألف مدني من القضاء بمحافظة الأنبار عندما استعادت القوات العراقية السيطرة على المدينة وحدة مكافحة الإرهاب العراقية دخلت المدينة إلى جانب القوات المسلحة تحت غيطاء من القصف الجوي للتحالف الأمريكي والطيران العراقي وتكتسب هيت أهمية في موقعها على طريق خط إمدادات تنظيم داعش وكنقطة تواصل بين مساحات سيطرته في العراق وسوريا أكثر من عشرة أعراب مواطن تم إخلاءهم من مدينة هيت تم تقديم الجهود الإنسانية من قبل قطعات جهاز مكافحة الإرهاب أذكر أن عجلات مكافحة الإرهاب تستخدم للقتال حاليا وتستخدم للجانب الإنساني وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت عن عودة ثمانية آلاف وثمانمائة وخمس وعشرين أسرة إلى أقضية الرمادي والكرمة والخالدية فيما أشارت إلى نزوح أربعة آلاف وأربعمائة واثنتين وسبعين أسرة أخرى من مناطق مختلفة من الأنبار وتقدر منظمة الهجرة الدولية عدد النازحين في العراق بثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف شخص منذ كانون الثاني يناير عام 2014 جراء هجمات داعش على محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكاركوك إلى ذلك يحكم مقاتلو العشائر قبضتهم على منفذ ربيعة على الحدود مع سوريا شمال العراق بعد طردهم داعش من منطقة ضمن حملة عسكرية واسعة نفذتها البشمرقة بإسناد من العشار العربية في نينوى تقرير محمد كريم قوات حماية ربيعة ترابط منذ مدة بالقرب من منفذ اليعروبي على الحدود مع سوريا مهام هؤلاء الجنود هي حراسة الحد الفاصل بين البلدين لمنع عبور أو تسلل عناصر داعش من وإلى مناطقهم تدابير أمنية أعادت الوضع على الجانب العراقي إلى ما كان عليه قبل أحداث الموصل في حزيران من عام 2014 منطقتنا حاليا أمان ماكو أي شكال قضبين الساتر بيننا والحدود السورية حماية منطقة ربيعة من داعش والمنظمات الأرهابية فصيل مكون من أكثر من مئتي مقاتل يتبعون عشائر شمر العربية ينتشرون على الحدود مع سوريا آخرون يستعدون من داخل ربيعة لإسناد القوات العسكرية في تحرير المناطق والقرى العربية شمال غرب الموصل بعدما جرى دمجهم ضمن قوات الحجر الشعبية نحن الآن بربيعة على الحدود السورية كما تشاهدون المنفذة السورية بيننا وبين سوريا مهمتنا نحافظ على من قبل الدواعش لتسلم السيطرة على معبر الربيعة صمدت لأكثر من عام ونصف العام في أحد أكبر النجاحات التي تحققت نتيجة التعاون بين العشائر العربية والقوات العراقية تعاون أفقد داعش حرية الحركة والعمل على جانبي الحدود بمساعدة الكرد من الجانب السوري في خطوة جديدة على التعاون عبر الحدود إذن هي تلعفر والبعاج غرب الموصل وجهة أبناء العشائر العربية بعد ربيعة وجهة تقول غرفة العمليات المشتركة في أربيل أن دورهم سيكون مساندا للبيشمرق في الأمساك بالأرض بعد التحرير محمد كريم أربيل الميادين أعلن المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض المعارضة السورية سالم المصلط أن الهيئة مستعدة للمشاركة في هيئة حكم انتقالي مع أعضاء حالي من حكومة الرئيس بشار الأسد ولكن ليس الأسد نفسه مهمة الهيئة الانتقالية التي تضم المعارضة في الخارج وأطرافا من معارضة الداخل ومن النظام الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين هي الدعوة إلى مؤتمر وطني تنبثق عنه جمعية تأسيسية تقوم بسياغة دستور جديد إن الدستور السوري المرتقب هو مسؤولية السوريين ولا يمكن لغيرهم سياغته في أي مكان آخر ولا يمكن لأطراف أخرى مناقشته بل الشعب السوري هو من يناقشه إلى ذلك عرب المبعوث الأممي بشأن سوريا عن قلقه ومجموعة العمل الدولي حول سوريا من تعرض القوافل الطبية إلى نيران المسلحين ديمستورا وفي مؤتمر الصحفي في جينيف أشار إلى أن هناك مجموعة عمل تضم ممثلين عن أطراف دولية ومنها روسيا لتتعامل مع تلك المواقف تم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن القيادة التركية الحالية بالتعاون مع الإرهابيين قال أن هناك حرب أهلية جنوب تركيا بوتن سألهل بإمكان السلطات التركية ضمان سلامة السياح في رأينا القيادة التركية الحالية تتعاون مع المتطرفين بدلا من القتال ضدهم لكن المشاكل الداخلية في هذا البلد تجعلنا نفكر في القضايا الأمنية فهناك ما يشبه الحرب الأهلية في الجنوب ما في الملف السوري شارى بوتن إلى أن الجيش السوري أصبح قادرا على شن هجمات فاعلة مؤكدا خلال لقائه السنوية المتلفز مع المواطنين أن صحب الجزء الأكبر من القوات الروسية من سوريا لن يؤثر في الموقف هناك لأن الجيش السوري وما تبقى من القوات الروسية يضمنان الغلبة لصالح القوات الحكومية تركنا الجيش السوري في حالة تسمح له بإجراء عمليات هجومية واسعة النطاق بدعم من قواتنا المتبقية في سوريا وبعد انسحاب قواتنا الأساسية استعاد الجيش السوري تدمر ومناطق استراتيجية أخرى نعول كثيرا على أن يقود امتناع قوات أطراف النزاع السوري ليس إلى التهدئة فحسب بل إلى عملية سياسية لكن يجب الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتبني دستور جديد وإجراء انتخابات مبكرة على أساس هذا الدستور والخروج من الأزمة يتم بهذه الطريقة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال أن عمليات سلاح الجو الروسي سمحت بتهيئة الظروف لتحريك الحوار السوري الشامل وعملية السلام لافروف أعرب عن أمل موسكو في أن تكون المباحثات السورية في جينيف فعالة مؤكدا أن العملية الروسية سمحت بتهيئة الظروف لتفعيل العملية السلمية الحقيقية من أجل ضمان تسوية الأزمة سياسيا ومن أجل الحفاظ على سوريا دولة موحدة ومستقلة وعلمانية ميدانيا في سوريا تدور اشتباكات متقطعة بين مسلحي داعش وجبهة النصرة في محيط دوار فلسطين جنوب مخيم اليارموك بعد أسبوع من الاشتباكات بين الطرفين تقرير لملاك خالد الوضع الميداني في مخيم اليارموك جنوب دمشق يتغير معارك عنيفة بين مسلحي داعش وجبهة النصرة استمرت أسبوعا وتركزت في محيط دوار فلسطين جنوب المخيم أدت إلى سيطرة داعش على نحو 70% من المناطق التي كانت جبهة النصرة تسيطر عليها المعارك أوقعت 40 قتيلا من الطرفين وضحايا من المدنيين جراء القصف ورصاص القنص هذا إضافة إلى إحراق عدد من منازل المدنيين من دون أن يسجل أي تمدد للمسلحين خارج المناطق التي كانت أصلا تحت سيطرتهم هذه المعارك اندلعت إثر مبيعة عدد من مسلحين نصرة لداعش وانتقالهم للقتال في صفوف هذا التنظيم ولسيما في منطقة الحجر الأسود الفصائل الفلسطينية أعلنت تأهب في مناطق شمال المخيم الواقعة تحت سيطرتها والتي تبلغ نحو ثلث مساحته الإجمالية لتطورات الميدانية في اليارموك أهمية كبيرة نظرا لموقع المخيم الاستراتيجي جنوب العاصمة دمشق فما تبقى من شوارع وأبنية مزقها الرصاص والقصف المخيم الذي كان يعد عاصمة الشتات الفلسطيني يمثل اليوم آخر العوائق أمام دخول المسلحين من ريف دمشق الجنوبي إلى العاصمة مصادر فلسطينية تؤكد أنها ستواجه أي محاولات لتغيير الواقع الميداني القائم في المخيم وتحيل هذه الاشتباكات إلى محاولات داعش إشعال عدد من الجبهات بعد فقدان سيطرته على تدمر والقريتين وطرد مسلحيه منهما جبهة تمتد من ريف دلع الغربي إلى الضمير في ريف دمشق الشرقي وصولا إلى مخيم اليارموك والهدف خلق حال من التوتر والقلق في محيط العاصمة السورية على الصعيد الانتخابي تتواصل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية السورية أكانت اللجنة القضائية العليا للإشراف على الانتخابات في سوريا قد أعلنت مساء أمس بدأ عمليات فرز الأصوات بإشراف اللجان القضائية فور انتهاء عملية الاقتراع بعد إقبال كثيف على صناديق الاقتراع هاجم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الدول الخمسة الكبرى داعيا إلى ععادة هيكلة مجلس الأمن في ضوء الخريطة الدينية والعرقية في العالم وفي كلمته أمام قمة دول منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول دعا اردوغان إلى تأسيس مركز للتنسيق الأمني لمنظمة التعاون الإسلامي ويكون مركزه في إسطنبول لمكافحة الأرعب وجهات النظر المختلفة لم تختفي في القمة الثالثة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول سوريا تغيب عن القمة وكذلك يغيب الملك الأردني والرئيس المصري فيما يحضرها أكثر من ثلاثين رئيس دولة وحكومة ويحاولون على مدار يومين التوصل إلى اتفاق على القضايا المدرجة واشتراح الحلول للمشكلات الداخلية والخارجية التي يواجهها العالم الإسلامي عدا عن تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون وزير الخارجية المصري الذي تجاهل تسليم تركيا رئاسة القمة وفي كلمة باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي الغائب نظرا إلى استمرار الخلاف مع أنقرة أشار إلى ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات وخصوصا في سوريا التوصل عاجلا إلى حل سياسي يحقق طموحات الشعب السوري بالتغيير ويسمح بمجابهة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي السورية ونأمل أن يتم التوصل إلى نتائج إيجابية بالفعل خلال المحادثات التي استئنفت في جينيف تركيا التي باتت تترأس القمة الحالية انتقد رئيسها إغفال الحديث عن العمليات الإرهابية في أنقرة وإسطنبول ولفت إلى أن دولا غربية تبدي موقفا مزدوجا من مكافحة الإرهاب وتطرق إلى الأوضاع في سوريا والعراق فيما أكد الملك السعودي سلمان ضرورة حل الأزمة السورية وفق جينيف واحد نرى اليوم في العراق وسوريا كيف استولى داعش على بعض المناطق فيهما وكذلك يحاول أن يفعل في ليبيا ليخدم الغايات الوقحة نفسها إنهاء الأزمة السورية وفق المقررات دينيف واحد مقرر مجلس الأمن ٢٢٥٤٤ ودعم الجهود القائمة لأنها أزمة ليبيا في الشأن اليمني ندعم الجهود المقدولة من الأمم المتحدة للإنجاح ومشاورات التعقد في الكويت لبنان تحفظ عن بعض البنود التي سيتضمنها البيان الختمي ولا يسيما وصف أعمال حزب الله بما يسمى الأعمال الإرهابية وبيروت تتحفظ أيضا عن فقرة تطالب فيها أذربيجان بإعادة إقليم قرباخ إلى سيادتها الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن تهران لن تتردد إذا ما طلبت أي دولة إسلامية العون لمواجهة التهديدات الإرهابية وفي كلمة في قمة منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول رأى روحاني أن السعودية ليست مشكلة إيران كما أن إيران ليست مشكلة السعودية بل إن المشكلة في الجهل والتعصب معي لأن مباشرة حول هذه القمة من أنقراء الباحث في أشيانة تركيا لأستاذ دانيال عبد الفتاح صلى الله وقاتك أستاذ دانيال ومباشرة نسأل عن هذا الاجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي في تركيا وتركيا هي في تتسلم رئاسة المنظمة بداية هل يمكن أن أو ينظر في تركيا في السياسة التركية القيادة التركية على أن ذلك فرصة لإعادة ترميم علاقات تركيا الخارجية مساء الخير في الواقع هذا المؤتمر يعتبر بالنسبة لتركيا فرصة تاريخية لرئيس التركي طبعا رجب طيب أردوغان لأنه يريد أن يكون صاحب مركز في العالم الإسلامي ويريد أن يتولى صفة إسلامية في هذه المرحلة لأنه الإيماج والصورة لهذا الرئيس تعرضت كثيرا للمشاكل وتعرضت للاهتزاز خاصة في مقابل أبو بكر البغدادي الذي أعلن نفسه خليفة ونافس رجب طيب أردوغان على هذا المركز كما أنه السلطان الذي يريد أن يتولى مركز السلطنة لهذا السبب نستطيع القول بأن المؤتمر والعقاده في اسطنبول وتولي تركيا لرئاسته لن يعتبر أبدا فرصة تاريخية لتركيا لإعادة ترميم علاقاتها لأن علاقات تركيا توقفت عند نقطة المشاكل التي صعدتها تركيا مع الدول الأساسية في المنطقة إيران ومصر وسوريا وليبيا واليمن لذلك لا يمكن القول إلا أن تركيا الآن تريد أن تحول المؤتمر إلى مظلة من خلال هذه المظلة تستمر في سياساتها نعم وتستمر أيضا في تنفيذ هذه السياسات من خلال مظلة المؤتمر الإسلامي ولكن كما يحلو لها وكما ترسمها هي والرياض فالرياض لديها توجهات معروفة يوجد توجهات أيضا مشتركة مع تركيا في هذا المجال وخاصة فيما يتعلق بتحديد السياسات الخارجية لكل الدولتين في مواجهة إيران طيب الرئيس أردوغان تحدث عن أن تركيا أو القمة هي مناسبة للم شمل العالم الإسلامي وحل الخلافات هل تركيا بتقديرك في موقع يؤهلها لأن تتحدث عن هذا أو حتى أن تقوم بهذه المهمة؟ طبعا نسأل ذلك انطلاقا من كل ما جرى خلال السنوات الماضية والذي أشرت إليه حضرتك من توتر في العلاقات بين تركيا وأغلب جيرانها؟ لا يمكن لتركيا أن تكون هي الدولة الراعية والداعية لحل الخلافات في العالم الإسلامي لأن تركيا لم تعد دولة محايدة في هذا الموضوع وفقدت إمكانية التوسط لأنها أصبحت هي طرف أساسي في كل هذه القضايا وخاصة فيما يتعلق بالصراع الطائفي الموجود حاليا والتركيا هي التي تولت إدارة هذا الصراع وتولت هي أيضا تنميته وتعزيزه وتركت الساحة لإسرائيل وابتعدت عن القضية الفلسطينية وتوجهت إلى إظهار إيران على أنها هي العدو البديل للعالم الإسلامي أو هي العدو البديل للعالم التركي والسعودي تركيا لا تستطيع أن تكون إلا دولة الآن دولة فاعلة في هذا المجال ودولة محركة للقضايا الخلافية وتركيا أصبحت اليوم هي الدولة التي تتحدث مثلا عن الأقليات في ميانمار في أفريقيا وهي التي تضطهد اليوم أقليتها الكردية اليوم يوجد في تركيا حرب مشتعلة بشكل واضح وصريح ضد الأكراد في نصايبين وفي جزرة وفي سيلوبي وفي ديال بكر طبعا قلت السيد دانيال بأن تركيا ليست دولة محايدة إنما لها خلافات أيضا ولكن ما يقال في هذه القمة بأن تركيا قد تسعى للجمع بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وبين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز هل تعتقد بأن تركيا يمكن أن تفعل ذلك؟ أو هناك مؤشرات على أنه يمكن أن يحصل هذا اللقاء برعاية تركيا؟ في الواقع الشيخ حسن روحاني هو الذي أبدأ كل استعداده لأن يكون عنده علاقة متميزة وجيدة مع السعودية هو الذي قال بأنه لا يوجد بينه وبين السعودية مشكلة وقال أن ليست إيران هي المشكلة للسعودية وليست السعودية مشكلة إيران حددها بشكل واضح وصريح وقال أن المشكلة هي مشكلة التطرف هي مشكلة الأرهاب وهذا التطرف وهذا التعصب الموجود لدى السعوديين يعني الدكتور سلمان لم يقول بأنه أبدا يريد أن يلتقي بالإيرانيين وأنه يرحب بعلاقة جيدة ومتميزة مع الإيرانيين بل سمعنا هذا الكلام من الشيخ روحاني لذلك الواقع يقول بأن تركيا لن تلعب هذا الدور ولا يوجد في أجندتها ولا يوجد أبدا على جدول أعمالها أي هدف وأي رغبة في التقريب بين إيران والسعودية بل إيران هي التي بادرت وهي صاحبة المبادرة وهي التي تقدمت بهذا العرض ولكن أعتقد أن السعودية يصعب عليها الآن أن تقبل هذا العرض من إيران وهي تختلف معها في كل هذه الملفات أشكرك جزيلا شكر أستاذ دانيال عبد الفتاح البحث في شأن التركي كنت معنا مباشرة من أنقرة في زيارة هي الأولى التي يقوم بها دبلوماسيون أوروبيون إلى طرابلس منذ إغلاق سفارات دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة الليبية بسبب المعارك عام 2004 وصل اليوم سفراء فرنسا وبريطانيا وإسبانيا في ليبيا إلى طرابلس في بادرة دعم من دولهم لحكومة الوفاق الوطنية الجديدة في غضون ذلك لمح الرئيس الأمريكي إلى التدخل العسكري في ليبيا بسبب الزيادة عدد مسلحي داعش فيها تقرير دلولة أحددان تلميح جديد بتدخل العسكري في ليبيا الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال إن التحالف الذي تقوده بلاده ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق في وضع دفاعي وإن المرحلة المقبلة تستوجب تركيز على قتال التنظيم فيها التدخل العسكري المحتمل هناك سببه زيادة أعداد مقاتلي داعش المتجهين إلى ليبيا وفق ما يراه الرئيس الأمريكي حيث شدد على أهمية مساعدتها على مواجهة الإرهاب التدخل المحتمل لمحاربة داعش مرهون بموافقة السلطات الليبية وحكومة التوافق تحديدا لكن هذه الموافقة مرهونة بمجلس النواب في طبرق رئيس المجلس عقيل صالح لا يقف عند حدود المراوغة في عقد جلسة منحثقة بل يتهم الغرب بدعم الطيرات المتشددة في إشارة إلى مجلس الدولة من بعد تعيين عبد الرحمن السويح لرئيسا له فهو شخصية جدلية ولا يجوز تعيين مجلس للدولة قبل منح ثقة للحكومة وتعديل الإعلان الدستوري معتبرا ذلك انقلابا على الوفاق الوطني عقيل صالح التهم في تصريحات إعلامية للغرب بتعمد إرباك المشهد السياسي الليبي عن طريق فرض أسماء بالقوة فهو لا يريد استقرارا للبلاد ويظهر خلاف ما يبطن وفق قوله المادة الثامنة من نص اتفاق الصخيرات لتزال مطلبا ثابتا لدى عقيل صالح يجب تغييرها لمنع المساس بالمؤسسة العسكرية والاحتفاظ بالفريق ركن خليفة حفتر قائدا للجيش كما انتقد رئيس مجلس النواب الليبي المبعوثة الأممية إلى ليبيا مارتين كوبلر لجهة تصرفه كحاكم للبلاد فهو يمهد طريقة لحكومة الوحدة للاستيلاء على السلطة في العاصمة رابلوس ويضع قدما للمجتمع الدولي فيها خدمة لمصالح الغرب في الملافة اليمنية فاد سكان ومسؤولون محليون بأن مراقبين محليين سيشرفون على تنفيذ اتفاق وقف النار وصلوا إلى ثلاث محافظات يمنية في غضون ذلك تتواصل المعارك في مناطق يمنية عدة وكأن الهدنة في اليمن لم تكن فهي دخلت حيز التنفيذ برعاية أممية منذ أيام تمهيدا لمحادثات السلام المقرر عقدها في الكويت مطلع الأسبوع المقبل لكن المعارك وغارات التحالف استمرت في أكثر من محافظة وإن بوتيرة أخف من السابق الجيش اليمني واللجان الشعبية تهم قوات الرئيس عبدربو منصور هادي بمحاولة استغلال الهدنة لتقدم نحو فرضة نهم في محافظة صنعاء الأمر عينه في مأرب حيث تجددت الاشتباكات في مناطق حمى الثوابة والمشجح ووادي الأخوع في هيلان بمديرية صرواح غرب المدينة وفي الجوف المحاذية لمأرب شهدت المحافظة تحليقا مستمرا لطائرات التحالف السعودي فوق مناطق المسلوب والمتونة ويأتي ذلك بعد أن تحدث مصدر عسكري عن اندلاع معارك بين الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي من جهة أخرى أثناء محاولة قوات هادي التسلل باتجاه مديرية الغيل في المحافظة كما شنت طائرات التحالف السعودي غارة جوية استهدفت مبنى نيابة الاستئناف في مدينة الحوطة عاصمة لحج جنوب اليمن أما في تعز حيث جددت قوات هادي قصفها لمناطق تمركز الجيش واللجان الشعبية في منطقتين الخلل وجبل الشجرة وأسفل منطقة الشقب في مديرية صبر الموادم جنوب شرق المدينة كما تجددت الاشتباكات في ثعبات والجحملية وحي الزهراء والكمب الروسي شرق تعز فيما استمرت تحليق المكثف لطائرات التحالف فوق المدينة إلى ذلك قال سكان ومسؤولون محليون إن مراقبين محليين سيشرفون على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار وصلوا إلى ثلاث محافظات يمنية وأشعروا إلى أن فرقا من 12 مراقبا نشرت في مأرب شرقية العاصمة صنعاء وفي تعز جنوب غرب البلاد وفي حج شمالا في محاولة لوقف انتهاك الهدنة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية وسيحاول المراقبون حل المشاكل وتسجيل شكاوى عن الانتهاكات لإرسالها إلى لجنة أعلى تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة ما هي تشكلات الجيش اليمني وقدراته العسكرية وماذا يمتلك من الأسلحة ومن يدعم في الحرب القائمة على الأراضي اليمنية تقرير علي مرتضى يتكون الجيش اليمني من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية والقوات الجوية والدفاع الجوي والقوات البحرية والدفاع الساحلي وقوات حرس الحدود إضافة إلى قوات الاحتياط الاستراتيجي التي تضم العمليات الخاصة والحرس الجمهوري سابقا وألوية الصواريخ قبل الحرب السعودية على اليمن وقبل الاتفاق الخليجي الذي أفضى إلى إصال عبدرب منصور هادي إلى رئاسة الجمهورية كانت ترتيب الجيش اليمني في المرتبة الثالثة والأربعين عالميا ضمن قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013 وفي المرتبة الخامسة عربيا بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا تعداد القوات البرية يبلغ تقريبا ثمانين ألف مقاتل في سبع مناطق عسكرية يتوزعون بين نحو ثلاثين لواء مشات وأحد عشر لواء مشات ميكانيك وأربعة عشر لواء مدرع أما قوة الصواريخ والمدفعية فتتوزع في ستة ألوية فيما يقدر تعداد القوات البحرية ألف وسبعمائة جندي موزعين على ثلاث قواعد بحرية ولوائين بحريين تمتلك القوات البرية عتدا عسكريا كبيرا من الأسلحة الخفيفة والأسلحة المتوسطة وصولا إلى الأسلحة الثقيلة كالدبابات تي أربعة وثلاثين وتي أربعة وخمسين وتي خمسة وخمسين وتي اثنين وسبعين وتي ثمانين وكلها روسية الصنع إلى جانب دبابات أم ستين بيت الأمريكية الصنع بعد الاتفاق الخليجي ووصول عبد الرب منصور هادي إلى رئاسة الجمهورية أعاد هادي هيكلة القوات المسلحة بشكل مس بالحرس الجمهوري بقوة حيث قدت قراراته بنقل ثلاثة ألوية تابعة للحرس مع قوات أخرى من الجيش إلى قوة جديدة تدعى قوات الحماية الرئاسية والتي تكون تحت الإشراف المباشر من رئيس الجمهورية الأمر الذي اعترض عليه قادة في الجيش اليمني بعد الحرب السعودية على اليمن انقسم الجيش اليمني بين داعم لعبد الرب منصور هادي وبين موال لعلي عبدالله صالح إلا أن 70% من الجيش من ضمنها ما سمي سابقا بالحرس الجمهوري لا تزال تدعم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتقاتل إلى جانب أنصار الله واللجان الشعبية في الحرب ضد الإرهابيين من جهة والتحالف السعودي من جهة أخرى بعد أفراج السعودية عن عدد من الأسرى اليمنيين تحدث بعضهم عن تعرضهم لتعذيب نفسي وجسدي في هذا التقرير نروي قصة عصام الطوقي أحد اليمنيين العائدين من سجون السعودية تقرير أحمد زبيبة عصام أحد اليمنيين الأسرى الذين تم تبادلهم مع السعودية في الصفقة الأخيرة يتحدث عن بعض أنواع التعذيب النفسي والجسدي التي تعرض لها على مدى سبعة أشهر قضاها في السجون قد اشترون النظام السعودي تقريبا على ما سمعنا من أحد الدواعش بستمائة ألف سعودي تم نقلنا بعد معاملتنا معاملة تعذيب وأهانه وضرب وتعذيب يعني لا يكفي الوقت لتبيينه كذلك وصلنا إلى خميص مشيط عن طريق ضائرة من شروره إلى خميص مشيط القاعدة الجوية للنظام السعودي على أساس في معتقل سري خضير رحلة الأسرى اليمنيين إلى السجون السعودية مرت بمراحل أشبه ببيع رقيق كما تؤكد منظمة سام بن نوحة الأمريكية التي عملت على خط عمليات تبادل الأسرى تقول إن بعض الأسرى اليمنيين خضعوا لعمليات بيع وشراء من قبل موالين للرئيس هادي قبل بيعهم للسعودية هذا عدا عن استمرار وجود المئات في سجون سرية داخل السعودية منهم 270 أسيرا مصيرهم مجهول هناك أيضا بيع للأسرى يحدث في مدينتي عدن واللحج والعديد من المحافظات الجنوبية وهذه بادرة خطيرة جدا أن يتم البيع بهذه الطريقة ويتم نقلم إلى أماكن معتقلة أخرى لكي يتم بيعهم إما للمملكة السعودية أو إلى جهات أخرى وضع الأسرى موضوع جديد يتطلب مننا جميعا الاهتمام به وإضافته للتقارير العام الكامل من العدوان منظمات المجتمع المدني طالبت بتسليط الضوء على معاناة الأسرى اليمنيين وبكشف الحقائق للرأي العام إفادات الأسرى اليمنيين العائدين من السجون السعودية تدفع إلى تسليط الضوء بقوة على الانتهاكات الصارخة التي تعرضوا لها في السجون أحمد محمد زبيب صنعى الميادين تأكيدا لمقاطعة الاحتلال اقتصادين أطلق شبان من غزة حملة شعبية للتحذير من خطورة شراء المنتجات الإسرائيلية إضافة إلى دعوة لمقاطعة شركات عالمية تدعم الاحتلال الأحمد غانم من غزة وتفاصيل انتهى وقت السكوت عن الاحتلال لدى طلاب غزة فهنا إعلان واضح بمقاطعة الاحتلال وكل الشركات الداعمة له لقاء توعوي لطلاب الجامعات في إطار حملة شعبية أطلقها هؤلاء تدعم تحركين أتدعو أيضا إلى مقاطعة شركات عالمية تدعم الاحتلال بأنظمة المراقبة الأمنية للتضييق على الفلسطينيين نأتي اليوم لعملية رفع الوعي لدى الشباب ونشر أهمية مقاطعة شركة أتش بي كأدان إضالية في مقاومة الاحتلال للتركيز على موضوع انتهك حرية الحركة والتنقل ومن أجل أن ننشر عملية المقاطعة كأداة سلمية مجتمعية تساهم في مواجهة السياسات الأنصرية الإسرائيلية حملة 16% هي أحدى حملات مقاطعة بضائع الاحتلال نشر الشباب من خلالها صورا ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من الناس وتكفلت فرق أخرى بالنزول لمخاطبة الناس في الشوارع مقاطعة المدجة الإسرائيلية تؤثر سلبا على الانتاج الإسرائيلي على الاقتصاد الإسرائيلي وشهدنا أكثر من 5 مليار دولار خسار إسرائيل في 2014 نتيجة المقاطعة العمل على تحسين المنتجات المحلية ودعم المنتج الوطني إلى جانب المقاطعة يمكن أن يخفف في نظر متابعين من أزمة إغراق السوق بالمنتجات الإسرائيلية وعي أهمية مقاطعة الاحتلال والشركات الداعمة له ينعكس تناميا في حملات المقاطعة المستمرة التي يأمل أصحابها أن تحقق تأثيرا تراكميا في اقتصاد الاحتلال أحمد غنم غزة الميادين كبر أطفال فلسطين قبل أوانهم بكثير فهم يواجهون انتهاكات إسرائيلية لا حد لها من اعتقال وتحقيق وسجن تقرير هنا محميد فريسة لجنود الاحتلال أصبح حاتم ذات صباح في محيط مدرسته كانت القنابل والرصاصات تلتقط كل عابر سبيل بعد ما اتصابت براسة اعتقلوني وضربوني وبالدفاسات بالبسطير واتصل على الإسعاف وأخذتني انزلت من المستشفى أخذونا على التحقيق وصاروا يصيحوا وما شدني مني شأصوا الإصابة وبعدين أخذوا بصماتي شقيق حاتم أصيب قبله أيضا برصاصة مغلفة بالمطاط هذان التوأمان لم يتجاوز ثالثة عشرة وعمرهما طري لم يحمهما من انتهاكات الاحتلال وإذلاله معظم الأطفال المقدسيين الذين يتعرضون للإصابة بذريعة رشقهم جنودا بالحجارة يتعرضون للتحقيق ويوقعون أوراقا كتبت بالعبرية وفي كل حي أو شارع حكاية هنا أصيب أحمد برصاصة اخترقت الجانب الأيسر من رأسه كان في طريقه إلى منزل شقيقته ومن يومها تبدلت حياته بحيث أني بدي أوكا عيد مرات بس وان 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 يوميا يضطر أحمد إلى الذهاب إلى التأهيل بدلا من المدرسة أو اللعب فيما ينتظر إجراء عملية جراحية لإعادة أجزاء من جمجمته منذ مطلع الانتفاضة الثالثة في تشرين الأول أكتوبر الماضي أصيب نحو سبعمائة طفل في القدس والضفة الغربية نحو ستمائة منهم أصيبوا بالرصاص المغلف بالمطاط وبالرصاص الحي في القدس لا يزال نحو عشرة أطفال يعانون الأمرين من أثار إصاباتهم حتى اليوم هنأم حميد القدس المحتلة الميادين تتواصل في تونس فعاليات أيام قرطاج الموسيقية في دورتها الثالثة المهرجان والموسيقية تم أساسا بالموسيقى العربية والإفريقية وقد ساهم في تنشيط العاصمة التونسية ومدن داخلية أخرى تقرير مراد الدلنسي حلول المغرب في شوارع العاصمة التونسية هذه الأيام ينبئ ببدء ليلة جديدة من الحفلات الموسيقية فأيام قرطاج الموسيقية بدأت فعاليتها وعلى الجميع أن يصارع من أجل الفوز بمقعد نحن منفتحين على كل الموسيقات بالحق وهذا يرجع شعار الدورة إلى إبداع وتنوى ما ثم حتى طيف موسيقي وإلا ذوق موسيقي وإلا حساسيات موسيقية أنه تم إقصائها كل الأذواق الموسيقية منفتحين عليها أيام قرطاج الموسيقية تهتم أساسا بالموسيقى العربية والإفريقية شأنها في ذلك شأن أيام قرطاج السينمائية والمسرحية عروض منوعة من إفريقيا وآسيا وأمريكا تلبي مختلف الألوان الفنية الأقبال الجماهيري حتى الآن كثيف نسبيا تونس لا تنقطع على النشاط الثقافي على الفن أحب من حب وكره من كره لأن تونس ستبقى بلد الفن والالتزام والنظال تونس تحرص على تنظيم هذه التظاهرات الثقافية لتنشيط المدينة التي تأثرت بالوضع الأمني والاقتصادي في البلاد فنجاح هذه التظاهرات يعيد الثقة بالسياحة الثقافية وغيرها إلى الوجهة التونسية بالنسبة لقبال محترم بالرداء فما عروض فيهم بيبليك برشا وفما عروض ما فيهم بيبليك في تونس نقصنا شوية نظام معني لذلك يجب أن نتعلم كيف ينظم ويجب أن يدوم وكل شيء مدن تونسية داخلية نالت حظها أيضا من هذه الفعاليات فتوزر وقفصة وسفاقس ستشهد هي الأخرى عدة حفلات موسيقية في إطار المهرجان ذاته مهرجانات للموسيقى والمسرح والسينيما وغيرها ذلك مميز المشهد الثقافي في تونس خلال الفترة الماضية فتونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مثل هذا الخراك الثقافي مردد لنسي تونس الميادين النشر انتهت في ختامها تذكير بالعنوين الجبوري يلغي التصويت على حكومة العبادي ويعتبر إقالة النواب المعتصمين له غير دستورية قوات العراقية تحرر قضاء هيت من قبضة داعش في الأنبار وفد الرياض يعلن موافقته على المشاركة في أيات حكم الانتقالي مع عضاء الحاليين من الحكومة السورية وليس مع الرئيس الأسد بوتن يتهم القيادة التركية بالتعاون مع الإرهابيين ويوكد أن الجيش السوري أصبح قادرا على القيام بعمليات فاعلة لمزيد من الأخبار على صفحة الميادين في الانترنت الميادين دوت نت وباللغة الإسبانية سبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة